ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد أبو الفضل نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد على شاشة الغد وكمديد محادثات وقف إطلاق النار ليوم ثالث يوماً مرة دون تحقيق انفراجة في هذه المفاوضات هل يأتي اليوم الثالث بما ينتظره أهل غزة؟ بالطبع هناك تعقيدات واضحة أن المفاوضات صعبة على الرغم من عدم وجود الطرف الإسرائيلي لكن تمديدها يعطي أمل بأن المفاوضات لا تزال مستمرة وأن هناك إمكانية لإحراز تقدم ربما يكون في يوم الأخير خاصة أن الأطراف المتفاوضة مددت فترة تفاوضها ليوم آخر أعتقد أن هذه الأمور تقول أن هناك إلى حد ما قدر من القواسم المشتركة أو التفاهمات النسبية وأن العوائق التي يمكن أن تكون حالة دون التوصل إلى اتفاق اليوم أو الأمس يمكن أن تحرز تقدم في الساعات القليلة المقبلة لم يكن المتفاوضون تمديد هذه المدة لم يكن هناك هذا الأمل لإمكانية إحراز تقدم في ظل التصريحات المتناقضة من قبل الحكومة الإسرائيلية وأيضا بعض الأطراف الحمسوية وأيضا الإدارة الأمريكية تقول أن الفجوة يمكن تكسيرها إلى حد ما خلال الساعات المقبلة إذا وجدت النواية خاصة أن المشهد الإنساني في قطاع غزة بدأ مدمرا لكثير أو محرجا لكثير من القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات والتحدة الأمريكية التي تتحدث بطريقتين بطريقة إيجابية حول مسألة إدخال المساعدات وحول مسألة وقف إطلاق النار أو تهديع على الأقل خلال الوقت الراهن وفي نفس الوقت لا تزال تمد يد العون إلى الحكومة الإسرائيلية ولا تتحدث بشكل مباشر ومطلق حول مسألة وقف إطلاق النار أو حول إمكانية القيام بموارسات بضغط مباشر على الحكومة الإسرائيلية رأينا بعض التسريبات أو التصريحات الأمريكية من قبل نائبة الرئيس ومن قبل مستشار الأمن القومي خلال لقاءاتهم مع جانس تقول أن هناك امتعاد من الحكومة الإسرائيلية لكن هذا الامتعاد لم يتم بلورته على الأرض بشكل سياسي وشكل عملي يقول أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تقدم تنازلات هذا التعنت الإسرائيلي والتواطل الأمريكي إنجاز التعبير أدى إلى تشدد نسبي من قبل حركة حماس رأينا اليوم أسامة حمدان يتحدث بطريقة فيها نوع من أنواع رفع لسقف التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية وهو نتيجة طبيعية أو كرد فعل طبيعي للموقف الإسرائيلي المتعاند والمتشدد في هذه المسألة لكن لا تزال مصر وقطر والولايات المتحدة يحدوهم الأمل في التوصل إلى شيء ما خلال الساعات المتحدة أريد أن أسألك عنه سيد محمد عن الاعتبارات التي يستند إليها ويسعى إليها المفاوضون المصريون والقطريون لإبرام الاتفاق قبل شهر رمضان المبارك يعني على ماذا تستند تلك الاعتبارات يعني القصف الإسرائيلي الأخير الذي أدى إلى مئات الضحايا في واحدة من الحالات النادرة في قصف مباشر لمدنيين يريدون الحصول على المساعدات تتواطئ الحكومة الإسرائيلية وتقوم بقصفهم أعتقد أن هذا المشهد بدأ محرجا كثيرا للإدارة الأمريكية ومؤكدا لحجم تواطئها هذه الأمور الإنسانية يمكن أن تؤجج الكثير من مشاعر الغضب لدى دول عربية وإسلامية عدة ويمكن أن تهدد المصالح الأمريكية ربما يكون نتنياهو لديه رهانات داخلية ما حول مسألة الممانعة في وقف إطلاق النار أو الممانعة في الحصول على تهديئة في هذا الوقت الراهل لكنه في المقابل هناك ضغوط إقليمية ودولية حول هذه المسألة خاصة إذا لم يتم إحراز تقدم قبل حلول شهر رمضان الكل يخشى من شهر رمضان لأنه تؤجج فيها المشاعر الدينية والعاطفية لدى قطاعات كبيرة من المسلمين ويمكن أن تمتد إلى ما هو خارج نطاق إسرائيل وتبدو محرجة لبعض الدول العربية والإسلامية ومحرجة أيضا للإدارة الأمريكية ولمصالحها في المنطقة لأن المفاوضات الحثيثة وتحركات المتسارعة خلال الساعات الماضية تقول أن من المهم أن يتم إحراز تقدم في هذا التوقيت بالزاد إذا لم يتم إحراز تقدم أنا أعتقد أن الأمور يمكن أن تدخل في حلقات جديدة مفرغة ما بين القتل والقتل المضاد خاصة يجب أن نراعي أن هناك خسائر بشرية إسرائيلية متصاعدة في العملية التي تقوم فيها في غزة لم تعد العملية نسهة كما كان يتم تصويرها في البداية وأن مسألة القضاء على حماس لن تستغرق بضعة أيام وأن اكتساسها من جزورها عملية هيينة في مقابل الآلة العسكرية الجبارة التي يتم استخدامها في هذه الحرب أعتقد أن هذه النظرية فشلت وأن الحرب يمكن أن تستمر أشهر وربما سنوات من الكر والفر بين الجانبين وأن مسألة الحسم العسكري لم يعد هو النتيجة النهائية أو النتيجة التي يمكن أن توفر الأمن والاستقرار لإسرائيل بل على العكس ربما تعاني إسرائيل في اليوم التالي لوقف إطلاق النار من الكثير من الضغوط الداخلية والمشاعر الغاضبة في ساحات عربية وإسلامية مختلفة هذا الذي تفضلت بالإشارة إليه وشرحه بالتفصيل هل يساعد المفاوض المصري والقطري من أجل زحزحة الموقف الإسرائيلي؟ هو يعني تبدو هناك تقسيم ضمني في هذه المسألة المفاوض القطري والمصري مسؤولان عن حركة حماس أو إقناع حركة حماس والإدارة الأمريكية هي المسؤولة عن الضغط أو إقناع الحكومة الإسرائيلية أنا أعتقد هذه المسألة بدت إلى حد كبير مفهومة ضمنيا من خلال التحركات التي جرت خلال الأيام والساعات الماضية لكن الضغط على إسرائيل يأتي من قبل الحكومة والإدارة الأمريكية أعتقد هذا هو الضغط هذا هو العامل المهم والرئيس في هذه المسألة إذا كانت إسرائيل تطالب بصر وقطر بالضغط على حماس لا بد أن يكون هناك ضغط في المقابل على هذه الحكومة من قبل اليد العليا وهي مبتلة في الإدارة الأمريكية نرى هناك بوادر ما لهذه المسألة لكن هذا الضغط لم يتم بلورته في صورة حقيقية في تصرفات حقيقية من قبل الحكومة الإسرائيلية تبدو الحكومة الإسرائيلية قدمت تنازلا نوعا ما في القبول بهذه المفاوضات لكنها لم ترسل وفدها إلى القاهرة لكنها في المقابل أيضا على تواصل مع المتفاوضين في القاهرة وأنها تتابع الأمور خطوة بخطوة ما يعني أنها قريبة وليست بعيدة كما يتم تصوير الأمر عدم وجود وفد إسرائيلي لا يعني أن إسرائيل غير معنية لا إسرائيل معنية ويهمها التوصل إلى صفقة ما لكن نوع وحجم هذه الصفقة أو التفاصيل حول هذه الصفقة هي المشكلة أو هي العقدة الآن كل طرف يحاول أن يرفع سقف مطالب قدر الإمكان حتى لا يبدو أنه هزم أو تراجع أمام الطرف المقابل له طب صد محمد من خلال متبعتك لما يجري في القاهرة من مفاوضات وما يعني يتردد من تسريبات ما هي العقبة الأكبر التي تواجه المفاوضين المصريين والقطرين كل عقبة يمكن حلها إذا خلصت النواية من قبل الطرفين لكن نلاحظ أن إسرائيل كلما تم تفكيك عقبة توجد عقبة أخرى وآخر هذه العقبات هي مسألة إمدادها بأسماء الأسرة وماكنهم وما إلى ذلك هذه السردية المعلوماتية لا بد أن يكون لها تمن نحن نذكر أنه عندما تم عقد صفقة شاليد حتى تتأكد الحكومة الإسرائيلة بأنه على قيد الحياة تم تصوير فيديو وفي يد شاليد نفسه إحدى الصحف الإسرائيلية في اليوم الذي تم فيه التصوير تتأكد أن هذا التصوير حالي وحادث لكي تقوم حماس بهذه الخطوة لابد أن المعلوماتية تم إطلاق نحو 20 أسير فلسطيني ما هو المقابل للمعلومات التي يمكن أن يتم بتقديمها لأكثر من 130 أسير إسرائيلي بالتفصيل أنا أعتقد أن هذه المعلومة بمفردها لابد أن يكون لها ثمن بخلاف الأثمان الأخرى التي تدفع مقابل نوعية الصفقة التي يتم التوصل إليها كانوا 10 أم 20 أم 30 واحد مقابل أربعة واحد مقابل عشرة وما إلى ذلك من سلديات مختلفة يتم التطرق إليها أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية التي تدعى العقدة الرئيسية في هذه المفاوضات إذا لانت الحكومة الإسرائيلية نسبياً يمكن التوصل بشكل سريع وإنهاء الكثير من الضيول المعلقة في هذه الصفقة ولا ذلك أنا من المتفائلين في إمكانية إحراز تقدم في الساعات المقبلة لأن الحكومة الإسرائيلية رأينا اليوم هناك حجم من الانقسام والتشرز بشكل كبير بدأ يبدو ضاغطاً على ناتنياهو شخصياً ويمكن أن يواجه المزيد من التفسخ لنا أن نشاهد أو نحلل المدلول أو المعنى الذي انطوت عليه زيارة جانيتس إلى الولايات المتحدة ثم سيذهب إلى بريطانيا وما إلى ذلك أعتقد أن هذه الأمور كلها إشارات تقول أن هناك تباين كبير داخل الحكومة الإسرائيلية ليس من مصلحة ناتنياهو أن يستمر هذا التباين وهو يصور على أن المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية موحدة خلفه إذا سمحت لي أستاذ محمد في أقل من دقيقة هل مسألة اقتحام مدينة رفح نظرت المصريين إلى هذه المسألة هل ترتبط بنجاح أو فشل مفاوضات القاهرة؟ إذا رقبنا التصريحات الإسرائيلية وتصريحات وسائل الإعلام وعلى لسان بعض المسؤولين الإسرائيليين نجد أن عملية رفح انتقلت من المربع الحاسب في ضرورة إجراءها أو ضرورة القيام بها على أنها هدف استراتيجي وأنها النقطة الأخيرة أو المربع الأخير للقضاء على قوة حماس القتالية نجد أن هناك تراجع نسبة أو فطور في هذه المسألة أنا عندي تحليل في هذا الأمر أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تدرك أن ليس من مصلحتها القضاء على قوة حماس تماما لأنها ستنزع منها كل الحجة لاحقا للتدخل في قطاع غزة وللهروب أيضا من الاستحقاقات السياسية بشأن مسألة حديثة عن دولة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتحليلات أكتل أستاذ محمد أبو الفضل نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام كنت معنا من القاهرة